السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم إخوة الكرام إن شاء الله تكونوا بخير وبسلام وبصحة وعافية اليوم إن شاء الله سوف نتحدث عن سياسة أدسنس وطبعا سوف تكون سلسلة في سياسة أدسنس يعني بمعنى ما يجوز لك وما لا يجوز لك في الأدسنس وهذا لأن العديد من الإخوان يطالبوننا بشرح لهم هذه السياسات الجديدة أو الحديثة أو القديمة إن شاء الله ولهذا ما عليكم إلا الاشتراك في القناة ومتابعتنا لنشر كل يوم إن شاء الله سياسة أدسنس بحول الله ولهذا أول ضرص سوف يكون اليوم وهو هل النقر الغير مقصود مخالف لأدسنس؟ نعم مخالف لأدسنس ويجب عليك أن تحاول ما أمكن أن تتجنب النقر على أدسنس بالخطأ لأن الأدسنس لا تعرف بنواياك هي تعلم أن جهازك الكمبيوتر والأي بي الخاص بك والإيميل الخاص بك والنفس النقرة في نفس المكان تقول أنك أنت من يتلاعب بالإعلانات فيجب عليك يعني ما أمكن أن تحاول أن تتجنب هذا الأمر ولا أقول لك ولا يعلمش أي شخص في العالم كل ما عاد الأدسنس عادت النقرات التي يتم حضر فيها الأدسنس ربما واحد ربما اثنان ربما عشر ربما لهذا أنت تجاوز الأمر مع عدم تشجيع في النقر بارك الله فيكم كما أنني سوف أقدم لكم هدية وهي جعل حجاب أو غلاف بينك وبين إعلانات الخاصة بك كي لا يتم النقر عن طريق الخطأ ولو نقرت على 100 ألف مرة لا يتم النقر وهي أعتدل ميزة تقدمها الأدسنس عن طريق تطبيق يتم تتبيته في جوجل كروم وقد شرحت الأمر وسوف أضع لكم الشرح في الأسفل مع الرابط إن شاء الله وسوف يساعدك أو سوف يقدم لك هذه الخدمة في عدم النقر والتجاوز هذا الأمر بارك الله فيكم ويكون محجوبا عنك أنت فقط وليس عني الناس الآخرين وأعتقد قد انتهيت وانتظرونا في الحلقة المادية إن شاء الله ولا تنسوا الاشتراك بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته